لا تقلق على مستقبلك فإنه في يد الله وحده ولا تحزن على ما فاتك من الدنيا فيكفيك منها القوت الذي يقيم بدنك وقد ضمنه لك الله المقيت فالله تعالى هو المقيت الذي يعطي كل أحد قوته قال الضحاك المقيت الرزاق قال تعالى عن خلق الأرض وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس والفرق بين معنى المقيت والرزاق أن المقيت هو الذي يرزق عباده القوت وهو ما يقيم البدن من الشراب والطعام الضروري أما الرزاق فهو الذي يعطي الأرزاق وهي تشمل القوت وغير القوت وهو الذي يقيت قلوب عباده المؤمنين بما يفيض عليها من نور العلم والمعرفة قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح قال ابن عباس مثل هداه في قلب المؤمن والمقيت هو الحفيظ على كل شيء فعن ابن عباس في قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا قال حفيظا فمن آمن بأن الله هو المقيت عبده ووحده فالمقيت الذي يمد عباده بما يقيم حياتهم هو الحقيق بأن يعبد لا غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ومن علم أن الله هو المقيت توكل عليه ووثق فيما عنده واطمأن لوعد الله بالأرزاق قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ومن علم أن الله هو الذي يقيت القلوب باليقين وأنواع المعارف فليسأله الهداية والثبات عليها فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن علم أن الله هو المقيت زايد في الدنيا وقنع بما يكفيه منها وأقبل على آخرته قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أفلح man